من الواضح أن التخريجة التي جاءت بمصطفى أديب هي نفس اللعبة السياسية المستمرة في لبنان وبالتالي قوى سياسية تقليدية تتوافق مع بعضها البعض للإتيان بشخصية جديدة أو بقماشة جديدة على الساحة اللبنانية هذا تصرف لا ينذر بإمكانية الوصول إلى تغيير جذري وحقيقي ولا يمكن الرهان على هذه القوى بتنفيذ الإصلاحات بل جل ما يجري هو تسوية محلية بطعم إقليمي دولي يعيد إنتاج وتدوير هذه الطبقة السياسية بأسوأ النماذج وهي التدخل الدولي والإقليمي الجلي وثانيا بضرب ما تبقى من دستور والذهاب إلى إرساء قواعد جديدة ربما هذه الحكومة ستكون مقدمة إلى الإطاحة بالدستور الموجود والبحث عن صيغة جديدة يتحدث عنها كل السياسيين اللبنانيين بأنها يجب أن تكون مرحلة جديدة مرحلة الدولة المدنية على الصعيد الاقتصادي حتى الآن لا يبدو أن هناك حلولا تلوح في الأفق ولا مساعدات دولية ستأتي قبل الوصول إلى تفاهمات سياسية ما بعد تشكيل هذه الحكومة وتركيبة هذه الحكومة الأمريكيون يستمرون في ضغوطهم على حزب الله السعودية لن تمنح أي مساعدات للبنان ودول الخليج بدون تقديم حزب الله لتنازلات أساسية في المرحلة البقبلة وبالتالي الوضع سيبقى بهذه الصعوبة إلى أن تحصل تسوية إقليمية ودولية تعيد للبنان بعض التنفس وبعض الأكسجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر